نروح بعد الوقت مع حضراتكم على موقع يلا كورا والزميرة العزيزة روزان نصر اللي هتطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات في عالم الصحافة الرياضية والجديد بالذكرة هتكون لها لقاء كمان مع الأستاذة مننا عمر الصحفية بالموقع صباح الفل عليك وعلى ضفتك العزيزة تفضل يحن سمعينك صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد فقرة صحفية جديدة من موقع يلا كورا هنبدأ بالعنوين من الوطن سبورت جدول ترتيب هدفية دوري المصري ومروان حمدي يحتفظ بالصدارة من روسيا اليوم شهر مارس قد يشهد تأهل خمس منتخبات عربية إلى مونديال قطر من موقع يلا كورا الستي يتخطى بيتربورا ويصل ربع نهائي كأس إنجلترا من كورا التعادل يحسم دربي الذهاب بين ميلان وإنتر في كأس إيطاليا طبعا هتكلمنا في تفاصيل كل هذه الأخبار الصحفية بموقع يلا كورا من عمر برحب بيك طبعا في البداية من على شاشة قناة الأهلي يعني كلمين أكتر بقى عن المنافسة على صدارة الدوري بعد عودة طبعا محمد شريف التهديف صباح الخير عليك يا روزان الأول وصباح الخير على كريم ونهواند في الستوديو وكل متابعة قناة نادي الأهلي طبعا زي ما كلنا طبعنا مبارح محمد شريف رجع لحسو التهديفي وافتتح مبارح أهداف الأهلي في مباراته قدام فاركو حقيقة شريف كان محتاج أن يسجل الهدف جدا عشان يقدر يرجع الثقة الغابت عنه يعني في فترة مش هنقول أنها طويلة لعا كانت فترة قسيرة فإن شاء الله بإذن الله يقدر يواصل في المبارات المقبلة وأنه يسجل أكبر عدد من الأهداف نحن عندنا دلوقتي في الصدارة مروان حمدي مهاجمة سموحة وبيتقاسمها مع مابابولو مهاجمة للتحاد كل واحد منهم مسجل لست أهداف فهتلاقي الفرق مش بعيد عندنا بيرسيتاو مسجل خمس أهداف عندنا اتنين في الأهلي مسجلين أربعة معلول محمد شريف مع اعتماد بيتو موسيماني مدرب الأهلي على محمد شريف كمان كأساسي في أغلب المباريات فممكن شريف يضاعف الأهداف وممكن في نهاية سيزون اللي هو الحسم لقب الهداف بإذن الله 15 منتخب طبعا حسموا مكانهم لنهائيات كأس العالم في قطر فاضل 17 كلمين عن المنتخبات العربية زي ما انت ما قلت احنا في 15 بطاقة يتحسموا منهم عشرة في أوروبا واثنين في أمريكا الجنوبية وثلاثة من قارة أسيا يتبقى 17 من شركة 32 منتخب السبعتاشر دول في منهم ستة عرب منهم قطر حسمت خلاص التأهل بما اعتبارها كمان هي المستضيف للبطولة عندنا السعودية تقريبا برضو حسمت التأهل بتاع السعودية متصدرة المجموعة معها 19 نقطة وفضل الله موتشين موتش مع الصين وموتش مع أستراليا فهي تكسب أي موتش فيهم خلاص هتسعد هيتفضل الأربعة لأربعة دول من أفريقيا طبعا لهم مصر والمغرب وتونس والجزائر أتوقع لو ما حسمناش الأربعة على الأقل هنحسم ثلاثة وإن شاء الله بإذن لها تكون منهم مصر طبعا زينا نعرفين مباراة كلها هتتلاعب في شهر مارس ذهاب وإياب مصر هتلاعب السنغال مغرب هتلاعب الكونغو الجزائر هتلاعب الكاميرون وتونس هتلاعب ميلي يعني منشستر كمان سيتي بيكمل مشواره في كأس الاتحاد وبيفوز هل منشستر سيتي بيستهدف أن يحقق الثلاثية الموسم ده والله منشستر لحقق بطولة الموسم ده يبقى كويس جدا سيتي طبعا هو دلوقتي البطولة البحيدة اللي خارج منها هي كأس الربطة اللي فاس بها ليفربول طبعا مؤخرا ووضعه في جدول الدوري الإنجليزي طبعا هو المتصدر مع 66 نقطة وراء ليفربول 60 بس لي مباراة لسه ملعبهاش ليفربول مش هيدي الفرصة لسيتي لو غلط غلطة أنه يعدها له بالعكس ليفربول يقدر جدا أنه يستغل أي نقطة هيخسرها سيتي أو أي تلات نقطة ممكن يخسرهم وممكن يتربع هو على الصدراء ولو طلع الصدراء مش هينزال فدي نقطة نقطة تانية كانت من إيجابيات موتش السيتي مباراة بخلاف أنه كسب 2-0 أن جريلش سجل هدف ويعني جريلش لسه بيحاول يتأقلم على طريقة لعب جوارديولا وطريقة لعب السيتي الحقيقة لحد دلوقتي من أول السيزن هو مقدرش يقدم مردود صفقة جابها سيتي بمئة مليون جنيه استرليني لأنه لما نيجي نبص على الأهداف اللي هو سجلها طول السيزن حد دلوقتي إجمالا مع سيتي ولعب 26 مباراة في مختلف البطولات يعني سجل تقريبا منهم أربع أهداف بس السيزن اللي فات هو إجمالا مع لا في الدوري بس مع أستون فيلا لعب 26 موتش سجل 6 وصنع 12 يعني هو ساهم في 18 هدف فهو لسه مش قادر يعمل أو يظهر بمردود جيد مع سيتي لحد دلوقتي خلينا بقى نتكلم أخيرا طبعا عن مباراة ميلان وأنتر مبارح انتهت بالتعادل السلبي شفتي المباراة دي ازاي الدربي كان هادي جدا طبعا اسمه دربي الغضب بس الدنيا كانت هادية جدا مبارح لماتش خلاص بالتعادل السلبي ميلان كان أقرب في معظم أوقات المباراة كان ممكن يغير النتيجة من أول الشوت لأنه جاءت له فرصتين كانوا خطيرتين جدا يعني منهم انفراد بس هو أهضرهم فكممكن لو قدر أنه يستغل أي فرصة منهم كان ممكن النتيجة تتقلب لصالحه انتر برضو حاول سواء في الشوت الأول سواء في الشوت الثاني لكن إجمالا ميلان كان أخطر على معظم أوقات المباراة سواء من ناحية الاستحوال سواء من ناحية الفرص الخطيرة لكن في النهاية المباراة انتهت بالتعادل السلبي طبعا مباراة القياب هتبقى أكثر إثارة وأكثر اشتعالا بس نتمنى أكون في الملعب بس مش في المدرجات يعني بشكرك جدا من عمر الصحفية هنا بموقع يلا كورة دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع يلا كورة بشكركم وعودة ليكم مرتان نشكرك يا روزان شكرا جزيلا على هذه التغطية وتحياتنا ليكي والضفتك الأستاذة من عمر ترجمة نانسي قنقر